السلام عليكم ورحمة الله بهذا الفيديو نموذج أسئلة التربية الإسلامية للصف الأول المتوسط أسئلة انتحانات نصف السنة إن شاء الله تستفادون من عدها لعام 2023 طبعا نزلت نماذج اثنين وهذا النموذج الثالث طبعا وياهن الحل القرآن الكريم 40 درجة أحكام التلاوة سؤال الأول على 10 درجات عرف القلقلة وإلى كم قسم تقسم وما هي حروفها القلقلة موجودة صفحة 10 القلقلة هي ارتجاج مخرج الحرف الساكن عند النطق به حرف القلقلة في كلمتي قطب جد وتقسم إلى قلقلة صغرى قلقلة كبرى قلقلة صغرى تكون أحرف القلقلة في وسط الكلمة وتكون نبرتها أقل قوة من القلقلة الكبرى مثل يقدر يطبع نجوة إبراهيم أما القلقلة الكبرى هي أن تكون حروف القلقلة في آخر الكلمة متحركة ثم نقف عليها بالسكون وتكون نبرتها أكثر قوة من القلقلة الصغرى مثل الفلق يعني بآخر الكلمة الأحرف القلقلة هي قطب جد يعني القاف والطاء والباء والجيم والدار هذا السؤال الأول سؤال الثاني للحفظ أكتب ما تحفظه من سورة البروج وكذلك الثانية من سورة الانشقاق سورة البروج صفحة 45 والانشقاق صفحة 68 سؤال الثالث الفس القولي تعالى وفرعون ذي الأوتاد طبعا موجود صفحة 17 وفرعون ذي الأوتاد نقول وكيف فعل بفرعون ملك مصر صاحب الجنود الذين ثبتوا ملكه وقوله أمره هذا تفسيرها موجود صفحة 17 أبا أعطي معاني خمسة من الكلمات الآتية والليل إذا يسر والليل إذا يسر يعني مقبلا أو مدبرا زين فملاقيه أي ملاقي ربك بعد موتك وبعملك خيره وشره زين يأكد الحسنات يذهبها من سنة سنة وضع طريقة شرع شريعة الأخدود الأخدود الشق العظيم في الأرض كالخندق البر اسم جامع للخير كله العمل الصالح زين الحديث النبو الشريف سؤال الرابع أكتب حديث نبو الشريف في الصدق والكذب هذه موجود صفحة 55 زين صفحة 55 الحديث هسا عندنا الأبحاث سؤال الخامس ألف أجيب عن أربعة أذكر أسباب مقاومة قريش للدعوة الإسلامية هذه موجودة صفحة 36 أسباب قريش للدعوة الإسلامية موجودة صفحة 36 خلينا نقراها أسباب مقاومة قريش أسبابها وجدوا تستهدف شركهم وثنيتهم ووجدوا فيها قضاء على التقاليد التي توراثوها عن آباءهم وأجدادهم وتنسب الجهل إلى هؤلاء الآباء والأجداد ووجدت قريش في الدعوة الجديدة رفعا لشأن الضحفاء من الحلفاء والأرقاء ومساواتهم بالسادة الأقوية من قريش زين شنو بعد عدنا بعرف القرآن الكريم وما معناه منقول بالتواتر هذه موجودة صفحة 52 القرآن الكريم لما الأهمية القرآن الكريم القرآن الكريم القرآن هو وحي الله المعجز المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحب المنقول عنه بالتواتر يعني المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة والمختم بسورة الناس المنقول بالتواتر يعني نقله جمع من الناس الثقاب يستحيل كذبهم ومعنا متعبد بتلاوته أن تلاوت القرآن الكريم عبادة يؤجر الإنسان عليها زين جي من القرآن الكريم أسماء وصفات عددها ثلاثة ثلاثة من أسماء والصفات القرآن الكريم أسماء وصفات طبعا القرآن الكتاب الفرقان هذه الأسماء والصفات النور موعظة وشفاء وخدوة ورحمة كذلك بشرة هي أسماء تريد وصفات هذه موجودة صفحة ثلاثة وخمسين زين دال عماذا تتحدثت موضوعات السور المكية والمدنية السور المكية هذه موجود لحظة صفحة 74 صفحة 74 خلينا نطلعها نقول تتحدث السور المكية عن أهوال يوم القيامة وعن الجنة ونعيمها للمؤمنين والنار وعذابها للكافرين تحدثت عن قصص الأنبياء وصبرهم وتحملهم الأذى من أقوامهم وماذا حل بأقوامهم حتى حين عصوا الرسل والأنبياء مع الشنو هذه السور المكية بعد في سور المكية والمدينة أما السور العشرة المتبقية من الثلاثة والعشرين سنة نزل فيها القرآن الكريم في المدينة المنورة لذا سميت بالسورة المدنية السورة المدنية ما هي الغاية من الوضوء؟ الغاية من الوضوء موجود صفحة 79 الغاية من الوضوء نقول الوضوء هي تهيئة النفس الإنسانية تطهير القلب من كل أثم وحقد واستعداد للقاء الباري في أفضل هيئة استشعار لهيبة اللقاء وعظمة الخالق وإدراك لعظمة الدين الذي ينقى الإنسان من كل درن ووسخ موجودة صفحة 79 لهنا ويخلص الدرس مالتنا وإن شاء الله التوفيق